السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم كلامنا العزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز والجزء لقم ثلاثة من الفصل الرابع هنتحدث عن البوينت ديفيكت البوينت ديفيكت في الحقيقة هو عبارة عن امبرفكشن such as vacancies that are located typically at one sides in the crystal يعني البوينت ديفيكت هو عبارة عن هو نوع من أنواع العيوب يوجد نوع منه اللي هو نسميه vacancies حيث أنه يوجد vacancies أو يوجد مكان لذرة أو أيون ترك مكانه فترك خلفه عبارة عن void أو فجوة أو مكان خالي تمام؟ داخل الكريسل حاجة تانية الاكستيندد ديفيكت اللي هي ديفيكت that involve several atoms or ions and thus occur over a finite volume of the crystal material يعني بيبقى عندي برضو حاجة اسمها اكستيندد ديفيكت وده بيبقى موجود عددا من الزرات هذا العدد من الزرات بنبص اللي أنه هو غير متواجد في مكانه في الكريسل الماتيريال يعني زي اجزامز الانخلاع أو الستايكينج فولت اللي هو خطأ في الرأس زي ما هنشوف ده لما ييجي حينه طب دلوقتي احنا بنتعرف على ماذا تعالي الفيكنسي الفيكنسي هي عبارة عن an atom or an ion missing from it is regular crystallographic site بمعنى ايه احنا عارفين ان الزرات مرتبة ترتيب منتظم وبالتالي اذا يوجد هناك زرة غير موجودة في مكانها المنتظم او ايون غير موجود في مكانه من ترتيبه فمعنى كده انه بيترك وراء خلفه مكان فاضي في هذا المكان بيناس ميه فيكنسي او فجول الحاجة التانية interstitial defect معنى ايه appoint defect produce when an atom is placed into a crystal at a site that is normally not lattice point يعني احنا عارفين ان الزرات مرتبة في ترتيب منتظم ولتكن مثلا كل زرة بتحتل ركن من اركان مكعب طيب ماذا لو ان هناك زرة دخيلة خارجية احتلت مكان غير هذا المكان وبالتالي يبقى مكانها مفهوش لاتس عشان كده سميناها interstitial defect او العيوب الدخيلة في عيب تاني اسمه substitutional defect وده بيبقى عبارة عن ايه a point defect produced when an atom is removed from a regular lattice point and replaced with a different atom usually of a different size يعني هذا النوع من العيوب النقطية بيحصل امتى عندما يكون هناك زرة حصل لها removing او ازالة من مكانها اللي هي مترتبة فيه مش بس كده لا تيجي زرة تانية تحتل هذا المكان الفاضي او الفارغ وفي الغالب بيكون هناك اختلاف في الحجم ما بين الزرتين تعالوا نشوف انواع ال point defect من خلال الرسمة اللي قدامنا التوضحية اول نوع اسمه vacancy زي ما قلنا ان انا عندي ايه دي vacancy عندي مكان فاضي كان مفروض يكون عندي هنا زرة فالزرة دي سابت مكانها وبالتالي سابت مكانها فاضي طيب حتى نتيجة اللي وجودها فاضي بص لايه ان الزرات بدأت تعمل عملية ضغط او تقلص في هذا المكان عشان يحصل تجازب ما بين الزرة دي والزرة دي طيب النوع التاني اللي اسمه interstitial زي ما احنا شايفين وعنده نوعين منه ممكن يكون interstitial هو نوع واحد عفوا interstitial ان انا بص الاقي زرة جات في الفراغ اللي بين الزرات داني ده ما قاش مش مكان lattice point ده جات في مكان الفراغ زي ما احنا شوفنا كده النوع التاني اللي هو مثلا C اللي هو small substitution atom يعني يوجد في مكان زرة تتشال او تطلع من مكانها وتيجي مكانها زرة هنا في الحالة C عند الزرة صغيرة عشان ما الزرة صغيرة بدأ ليحصل ضغط من الزرات اللي حواليها عشان تقلل المسافة اللي بينهم لكن النمرة دي اللي هي دي عندي الزرة اللي حلت محلها كان الزرة كبيرة شوية فحصل شد من الجانبين اي هي اللي ضغطت على الزرات اللي حواليها نمرة عندي عيب اسمه برضو فرينكل الفاكت فرينكل الفاكت اللي هو ايه ابص الاقي عندي ده بيحصل في الكمباوند حتى انا شايف عندي نوعين من الزرات مختلف واحدة كبيرة واحدة صغيرة ابص هذا المكان ده بيسموه فرينكل الفاكت اما النوع الاخير اللي هو شودكي الفاكت ده بيحصل برضو بين الكمباوند انا عندي ايون موجب وعندي ايون عفوا ايون سالب وعندي ايون موجب ابص الاقي هنا كان المفروض يكون عندي ايون موجب لا حصل روموفنج وعندي فيكنسي ابص الاقي هنا في هذا المكان كان المفروض يكون في ايون سالب لا حصل وسب مكانه we can see هذا النوع من أنواع الدفكت اسمه شدكي دفكت